نشرت وكالة الأنباء الفرنسية فيديو من مدينة ترمانين بمحافظة إدلب السورية يظهر قافلة عسكرية تركية تعبر أحد شوارع المدينة وفي سياق متصل لا تزال القوات التركية تواصل انتشارها ضمن مناطق متفرقة في محافظتي إدلب وحلب حيث رصد المرصد السوري تمركز القوات التركية في نقطة جديدة واقعة بالقرب من قرية ترمانين الواقع شمال إدلب عند الحدود الإدارية مع محافظة حلب وذلك بعد ساعات من انتشارها في فوج 111 شرق دارة عزة بريف حلب الغربي تويج الفارس الكويتي علي الخرافي بالجائزة الكبرى لبطولة كأس سمو الأمير لفروسية قفز الحواجز والتي اختتمت منافسات نسختها الثالثة بحضور نائب وزير شؤون الدوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح من جانبها رفعت رئيسة نادي الفروسية الرياضي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ حصة الفهد الصباح أسماء آيات الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد على رعاية سموه للبطولة وللرياضيين هوات هذه الرياضة الأصيلة كما قدمت الشيخ حصة الصباح الشكر الجزير للشيخ محمد العبدالله على حضوره حفل اختتام البطولة التي حظيت بحضور جماهيري غفير ومستوى فني رفيع منذ اليوم الأول لها مهنئة جميع الفرسان والفارسات الفائزين